توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة للإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المبيد يأتي ذلك فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء التنسيق بين رئيس المجلس والوزارة المعنية لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال القهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الإخوة الأقباط بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر